طيب الست بقى لما جوزة يرد عليها الرد ده لما جوزة يرد عليها الرد السخيف ده كدكتور نفسي بأدوات احنا عاديين في جلسة كده المفروضة رد عليها اقول له ايه ايه طيب احنا في الموقف اللي هو يرد عليها بسخيفة عشان فيه ستاشت طلقت كتير بسبب الكلمة بالزبط كده فلازم اعرف ان الراجل ده لازم افوت له يعني الراجل مقفش بجد بكلم حضرية بجد والله الراجل فعلا حتى هما في المسألة يقول لك الراجل زي العائلة الصغيرة بمعنى ايه ان هو احيانا يبقى اندفاعي تمام فبتطلع الكلمة منه هو مش واخد باله وتأسرها النفسي ليه الراجل ما بيهتمش بالتفاصيل زي ست يعني انا بقول لحضراتك هو وقف في اللقطة بتاعت المطبخ هو ناس بقى النصيحة الصبحة بادري نزلت الولاد وليبسيطور ده بخدت ورنزلت شغلها وجات وقفة بتعمل الاكله لسه بالليل عندها مذاكرة وعندها وجباء هو مش في اللقطة دي خالص اه فانا بقول لك يعني الراجل ده سقطي من الحسابات كده يعني ايه تعامل معاك انه هو مش بياخد باله من التفاصيل زي ما الست فهم السلطة طول الوقت عندها تفكير متعدد وقدر هتركز في اكتر من حاجة هو بيفكر في حاجة واحدة بس فانا وانا خدت اللقطة دي وخرجت بيها لأ هي لما قررت تنزل الشغل تعمل حاجات دي هي نزلت الشغل علشان الاسرة علشان الدور اللي هي ايما بي وشايف انه واجبها بيحتم ده لكن الكلمة اللي هو قالها دي ممكن يخليها فعلا انت راجع عن موقفها وفي الاخر تقوله شولي الليل انت ونوصل بقى لحطة ايه جدال وخصار اه وقت ايه جاي مسلا يحكي لأهله بقى ولا الناس وصحابه مطلع حاني كدية طبعا ده اساسي والهم يعني المفروض راجع من شغل تعبان وارفان وعندي مشاكل في الشغل ومفروض ان هي هتقدر المشاكل اللي عندي في الشغل ايه لما هي كمان بتشتغل وعندها مشاكل في الشغل هو قاد مع اصحابه وبيحكي مع اصحابه اه بيرغي مع اصحابه وصحبها في البيت وصحبها برضو في البيت بتكمل بيت الشغل يعني هو قاد بينفس مع اصحابه ولا مع مامته ولا باباو يعني هي مش معدرة هي مش فاهماني فييجو كمان يلوموا عليها شوفوا بقى شوفوا بقى الكارسة وتتشاف في مصط الاهل بشكل مش كويس بالزبط ويبقى شايفين انهم اصر مع ابنهم وابتدي عملتهم معها تتغير فده جزء مهم عشانك احنا بنأكد دايما في العلاقة الزوجية او في الحياة الزوجية خلي العلاقة مقفولة على جوة البيت انت تروح تحكي لأي حد هو بيسمع منك على الحسن ولو الاهل مثلا اهل الزوج او اهل الزوجة هم دايما هيتعطفوا مع ابنهم او بنتهم وبالتالي معاملتهم هتتغير يعني هتتغير الا في نسبة قليلة جدا بتبقى ناس نطجة وفاهمين ان ده خلافات حياتية او احداث بتحصل كوة البيوت كلها وحاجات وردة كل يوم فبيقدروا يضغطوا شوية طب هي التركة النفسية دي يا دكتور يعني هو بيبقى عارف ان هو غلط وعارف ان هو بيقلب التربيز عليها هل دي طريقة في علم النفس ان انا كل ما حسسها ان هي مش واو يعني مش بتعمل الواو فهي تدي بزيادة لان برضو قلتلك الرجالة بتشغل دماغها على الستات فهل هو في بعض الرجالة انا ارجع برضو للثقافة والتنشئة هو شايف الست ازاي وبتعامل معها ازاي واحترامه ادئي للمرأة في حياته فهو جزء هنا مرتبط بالتنشئة بتاعة الشخص وبعد دي برضو احنا عندنا جزء في المجتمع بتاعنا ان احنا مجتمع زكوري فبيدعم دايما الراجل لكن هي من قطة الحضر بتتكلم فيها فكرة انه قات في وسط صحابه وبشكي من مراته وده بيحكي برضو عن مراته بشكل سلبي وده كل ده وده كلها يعني طبعا الناس عادة ما بتقولش الحاجة الكويسة ما زي من عادة بتصدر لبعدها السلبية يحبون للحسد عامل ايه تعبين معاك فلوس بس السلف الفين جنيه لا ده انا ده فلوسي كلها ضاعت والعبات خبطت وكسارت لازم بنصدر طول وقت الحاجات الوحش وتبادل بقى الخبرات السلبية ده ممكن يأثر بعمل عكس يعني هو ممكن يسمع خبرة صاحبه او زميله ومعاه في الشغل في اي حاجة حصل مع مراتك فهو مروح الام المراته او امن كذا فبيمثل ضغط لا الحياة الزوجية هي متفردة بمعنى ايه ان كل قبل لهم الحدوتة بتاعتهم ولهم سيمتهم الشخصية بتاعتهم ولهم ظروفهم الحياتية اللي بيمروا بها على حسب اي مرحلة هم بيعدوا فيها فدي نقطة مهمة حيث تبقى ان الزوجة تستشعر ان زوجها بيتلعب بيها لا ده هو ده عيب في الشخصية او في نمط الشخصية بتاعتهم افضل حاجة دايما بنتكلم فيها ان احنا تعالى نقعد مع بعض اعمل جلسة حوارية كل اسبوع او كل وقت نقعد ان يشوف كل واحد فينا شايف ايه اللي حصل وايه اللي هو وصل ليه في حياته مع التاني تمام طب احنا اتفقى ان احنا عندنا قصور في نقاط كذا طب احنا نغطيها ازاي ازاي هندر الحاجة طب احنا طول الوقت يشغالين والشغل ياخد وقتنا طب احنا كازوجين هنخصص وقت لنا ازاي يعني دي من المثاليات اللي مش في وجود ان الراجل يقعد يتكلم على الجواه بصراحة ما ده جزء لازم برضو يتغير في الجواه الشخص انا بكلم حضراتك بكل وده لان احنا بنشوفه انا لما بطلب الراجل يجي لعلاج الزواجي هو في الغالب بيرفض بيعمله ايه بسايا فيه الجلب تيجي الاستشارات بيجي جلسة وتاني جلسة خلاص انا عندي شغل انا عندي صفر لأ خلاص احنا كويسين نتنكبر الموضوع الليه الموضوع بسيط لا انت اللي عندك ازمة فروح انت للدكتور النفسي انا مش هجل حتى دي بيهرب منها حتى دي بيهرب منها وحتى دي بيرمي مسؤوليتها برضو على الست ما تروح انت وتشوف انت الدكتور النفسي انا ما يجعل بالضبط فعندنا الجزئية في الحتة دي ان احنا محتاجين منه ينزل التربية من رب ولادنا السوبيان الولاد ان هم يتكلموا عبرهم مشاعرهم وانهم يشاركوا الاخرين مشاعرهم لهو بيطلع الزوج ده طالع تربية ام وهي الام عودته على ان اختك تخدمك على ان في كذا في كذا فهو عنده صورة متكونة جوعة عن التعامل لو الصورة دي تغيرت من البداية وانه يبتدي يحترم الاخر اللي قدامه هيبتدي يتواصل معه بشكل كويس تاني حاجة هو نمط العلاقة ما بين الزوجين دول وصل لأي مرحلة بالزبط يعني احنا بنشتغل انا بقيت فاهم اللي قدامي هو تركبته عاملة ازاي يعني زي ما حضرتك قلت كده الكلمة مثلا انت بتعملي ايه او انت وراك ايه انا عملت ايه النهاردة هو لو واحدة مش مثالية ومشتغلة بالها عادي كلمة وعدت هو بتكلم في اللقطة دي عادي خالص لكن لما يكون الشخص بقى مثالي او حساس او بيقلى من الكلمة الكلمة بتفرق معه لازم يكون فاهم فاحنا هنا بنقول لازم كل واحد فينا يتفهم طبيعة الشخص اللي قدامه شكله عامل ايه